بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله نبينا محمد و على آله و صحبه أفضل الصلاة و التسليم رب يشرح لي صدري و يسر لي أمري و أحلول عقدة من لساني يفقه و قولي عزائي المشاهدين أساكم الله بالخير و حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامج ديوان إثراء و الذي يطلع عليكم يوميا من الأحلى الديم الخميس لنسلط الضوفي على أهم و أبرز القضايا الاجتماعية و الأسرية لنتحدث عنها بكل تأكيد و بتفصيل في داخل هذا الديوان ديوان إثراء مثل ما ذكرنا سابقا و نتكلم فيه مع ضيوفنا الكرام و شيخنا الكرام عن أهم و أبرز القضايا المجتمعية و الأسرية اليوم مثل ما عودناكم دائما عندنا موضوع مهم جدا ألا و هو العبدية لله سبحانه و تعالى رح نتكلم عن العبدية بالتفصيل و ما معناها و أيضا من الأمثلة الكثيرة عن العبدية لله سبحانه و تعالى بدايته ندعون و رحب بضيوفي من داخل الستوديو و خنن بدايته نرحب شيخنا أستاذنا و شيخنا قزايا الأسلمي حياك الله وسعنا باركا حياك الله و بارك الله فيكم و نحن أسعد بلقائكم و لقاء الإخوة المجتمعين و المشاهدين حياك الله أيضا الدكتور عدنان الرشيدي عضو هاية تدريس بجامعة الكويت حياك الله دكتور وسعنا باركا مرحبا حياكم الله و حيا الإخوة و الأخوات و المشاهدين في كل مكان أيضا الدكتور مشعل العنزي إمام الخطيب و ذات وقاف حيث الله دكتور السعر مباركة الله حيك ساعتك أبراك و بارك الله فيكم أنا سعيد أكيد بقائكم و رح أتكلم معكم بالتفصيل عن العبدية لله سبحانه وتعالى لكن بعد ما أتوقف معكم لهذا الفاصل من بعد هذا الفاصل أعود لكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين و برنامج ديوان إثراء و اللي رح أتكلم اليوم فيه بحلقتنا عن العبدية لله سبحانه وتعالى بداية مع ضيفنا الشيخ غزائي الأسلمي ضيفنا من المملكة العربية السعودية حياك الله وسعى نباركة مرة أخرى حياكم الله أخي الكريم و بارك الله فيكم إن شاء الله سبحانه وتعالى يدعنا و إياكم هدأة المهتدين و أن يستعملنا و إياكم في طاعته بإذن الله سبحانه وتعالى كل شكر لقبولك الدعوة شيخنا غزائي الأسلمي دعونا نتكلم ببداية شنو يعني أو ما معنى العبدية الشكر لله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم و بارك على عبده و رسوله نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن إذا أعطيه شكر و إذا ابتليه صبر و إذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة العبودية لله و التعبد لله هو التذلل لله سبحانه وتعالى مع الحب و الخوف و التعظيم لله جل وعلا و من فضل الله سبحانه وتعالى أن نوع أصناف العبادة ليتقرب العباد إلى ربهم بهذه الأنواع فالدعاء عبادة و الصلاة عبادة و الصوم عبادة و الخوف و الرجاء و الاستعانة و الاستغاثة كلها عبادات لله سبحانه وتعالى و لا تصح هذه العبادة و لا يصح التعبد لله و لا يجد العبد لذة العبادة لله سبحانه وتعالى و التملق لربه إلا بإخلاص العبادة لله جل وعلا و إفراد الله جل وعلا بها دون ما سواه فإفراد الله بالتعبد و التذلل هو سبب غفران الزنوب و هو سبب حلول البركات و هو سبب دفع شرور الدنيا و الآخرة دليل ذلك ما ثبت في سنن التلمذي عن أنسي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يقول قال الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي إذا جمع عبادة الدعاء مقترنا بها الرجاء لله دعوتني يا ابن آدم لو بلغ الذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي نجد أن الدعاء شيء باللسان والرجاء عبادة قلبية والاستغفار عبادة باللسان يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة الإخلاص لله عبادة عظيمة ومحلها القلب لأن الإنسان إذا أظهر الأعمال فللناس الظاهر أما القلب لا يطلع عليه إلا الله التوكل الاستعانة الاستغاثة النذر فنجد أن التعبد لله والعبودية منوعة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى يسر ونوع التعبد وأصناف التعبد ليتقرب العباد بما يستطيعون فهذا عبادته القلبية من دعاء ورجاء وخوف وهذا عبادته بالصدقة والصلاة والصيام والحج وهذا عبادته باللسان وبالدعوة إلى الله بالكلمة الطيبة وهذا بالابتسامة وهذا ببر الوالدين كلها تعبد لله بشرط أن يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى كلام جميل إذن الصورة شاملة ما شاء الله عن العبودية دكتور عدنال لو أريد أن تكلم عن صور هذه العبادات فهذا ما ذكرت فضيلة الشيخ يعني ما شاء الله في عبادة باللسان وعبادة أيضا بالقلب وعبادة بالرجاء صور من هذه العبادات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد العبد الله وعلى آله وصحبه ومسلك السبيل وتجع بهده إلى يوم الدين ابتداء أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء وأثني بالشكر شخصكم الكريم وللإخوة القائمين على هذا البرنامج وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك لقاء مباركا نافعا في مغازين حسنات الجميع العبودية العبودية جاءت في أهيات كثيرة أول أمر جاء في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم فقال القرآن أول أمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم وقال الله عز وجل وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون فهي الغاية من خلق الجني والإنس بل هي الغاية من خلق السماوات والآرب وإرسال الرسول وإنزال الكتب ليعبد الله عز وجل قال الله عز وجل وما أمره إلا ليعبد الله يخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويقيم الزكاة وذلك دينه قيمة قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالم لا شريك له وبذلك أمرك أنا ونوسي فالله عز وجل خلق الخلق ورسل الرسل لتحقيق العبودية الله عز وجل هي الهدف من خلق الإنسان وهي الهدف من إقامة الشرائل الهدف من أرسال الرسل ولقد بعثنا في كل إممة الرسول أن أعبد الله الرسل بعثه ليقول الناس أعبد الله واجتنب الطابوت العبادة في اللغة العبادة في اللغة لا أرد أن نعرف ما معنى العبادة في اللغة تقول العرض طريق معبد هذا طريق معبد أي مذلل وطئته الأقدام واشتق من هذا المعنى العبادة وهي أننا نؤدي أعمالنا لله بتدلن وخضو أمو تكبر لا يقبل الله منه فأنت تسجد خاضعا لله تستغفر من كسر الله تطوف بالبيت ترجث واب الله ترمي الجمار إنما كان رمي الجمار كما قال نبالي صلى الله عليه وسلم من إقامة ذكر الله تبيت في مزلفة لماذا؟ الله أزوجه أمرك فأنت عبد لله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قاض الله ورسول أمرا أن يكون لهم الخيارات من أمرهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسول ليحكم بينهم أن يقولوا فالمقصد المقصد العظيم من العبادة هو أن تكون ذليل لله خاض لله خاش لله هذه العبادة تدللك لله عز وجل لا تقبل دكتور لا تقبل شيخنا إلا بتدلل إلا بتدلل هي الأصل أن التدلل لله عز وجل تخلص الله عز وجل لها شرطان العبادة لها شرطان حتى تكون مقبولة أن يراج بها وجه الله عز وجل وأن تكون وفق ما جاء به نبي عليه الصلاة والسلام يعني لو إنسان أراد وجه الله عز وجل وصله الظهر خمس لا تقبل لا يقول أنا والله أريد وجه الله عز وجل ولا الله ما يقبلها منك لأنك لم تأتي بالشرطة الثانية هو موافقة هدي النبي عليه الصلاة والسلام ما تأكمه رسوله فقط إذن هناك شروط وامور معينة لابد أن يسير على الإنسان شرطاء العبادة حتى تكون مقبولة أن يراج بها وجه الله عز وجل وأن تكون وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام من عمل عمل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الله يرد علي قد تكون نيت طيبة ويرد وجه الله عز وجل لكن لما كانت على خلافة جنب عليه الصلاة والسلام ولم شفايدة إرسال الرسل لم يقبلها الله عز وجل والإنسان بطبيعته في قلبي فقر ذاتي منقص يحتاج أن يتعفد يحتاج أن يتوجه بالدعاء يحتاج أن يلجأ يعني يفضفض هذا فقر ذاتي لذلك الذي يتيه في غياه بالإلحاد تجد أنه خاوي من هذا ويلجأ للانتحار لكن من نعمة الله عز وجل أن جاء الهمومنا تذهب بسجدة أما السجود يقول النبي عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيه من الدعاء فقامنا أن يستجاب لكم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يعني أذكر فيه مرة من المرات دخلت في حوار نقاش في أحد المنتديات الصوتية يعني مع الملحدين كل ملحدين وكذا ينكرون وجود الله عز وجل فسبحان الله قالت إمرأة بفطرة عشف الفطرة تغلب قالت إيه بس أنا يعني أنا أم بالأخير لم يتوجع ابني فأقول يا الله قال لا أنت مو ملحدة مئة بالمئة قالت أنا ما أستطيع أنا أحتاج أنا أم يعني رجل أنا أحتاج لكذا فتناقشون هل يسمح لها نحو الغتل إيه يعني يسمح هذا فقر ذاتي قصبا عنه حتى فرعون حتى إذا دركه الغرق قال آمنت أنه لا إله الذي آمن فيه بني إسرائيل وأنا منوسمي الآن وقد أصيت قبل وكنت منوسمي فهذا فقر ذاتي لذلك يعني لما تجد إنساني عبد فعر ورفسور وعنده شهادة وإنسان يعني يشار لي بالمنه وإنساني عبد فعر وإنساني عبد بقر هو فقر ذاتي والله أنت فتعت موضوع للمانو دكتور مهم جدا يعني هذا الأمر ونتنقش معها بالتفصيل إن شاء الله معك لكن حديث شيق للمانو وطويل وأمر للحاد أيضا وابتعاد عن العبودية الله سبحانه وتعالى أيضا موضوع محور كبير هو مرتبط بهذا يعني ما في عبودية لله لابد تعبد ما في إنسان عبودة الأرض ما يعبد ما في ما في أحد حتى لو قلت أنا ملحد ما أعبد ولا إله طيب كيف تحرم كيف تحلم كيف تقول إن هذا حلال وتأتيب كيف تقول إن هذا حرام يقول على حسن حين يكون شخص فاهم مثل ما ذكرت يملك شهايد يعني رجل متعلم متقف ويخشى من بقرة صح وليه يخشى من قابرة أنه يضرر ليش لما قال الله عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هوا يعني على كيف إله هوا قال ابن عباس الهوى إله يعبد لا إله فما في أحد ملحد بمعنى أنه ما تعبد بشيء على وجه الأرض هو ألحد يعني مال عن عبادة الله عز وجل بس لازم أنه عابد عابد نفسه عابد هوا قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار صح هل معنى أنه يحط الدينار ويسجد له لا لكنه حلل ويحرم وحط الدينار اليوم ما عاك لن معاك لدينار بكرا عاديك لن معاك لدينار تعس عبد الدرهام فهو يميل حيث مال الدرهام يميل حيث مال الهوى حيث مال الأموال لذلك الله صلى الله عليه وسلم جاء لنا هذا الطريق يعني نحن بنعمة عظيمة والله بنعمة الله لنعمة يعني الله هدانا يعني وش أعظم من أنك تعرف الله وتعبده وتسجده وتصلي وتصوم ترى هذه منا عظيمة صحيح أننا قلقنا الحمدلله من أباء يعني يعني مسلمين وأهل مجتمع مسلم لكن هذا يشعر فيها اللي يروح بره ويشوف وعاشر نتشعر بنعمة الله لذلك الأنبي أنا أختم بهذا ترى الأنبي يدعون الله أن نموتوا المسلمين نحن من هنا يقول يوسف عليه السلام بعد أن صار له ملكه والله جمع بينه وبينه قال ربي توفينه مسلما يقول يا رب أن يموت على الإسلام لابد أن يسأل الله عز وجل أن يموت على هذه العبودية المحظة لله عز وجل كل الشكل من شاء الله كلام طيب من دكتور عدنان أيضا دكتور مشعل أتكلم عن العبودية وثمرات العبودية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسول الأمين أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجعينهم من رحمة الله وفضله علينا أن جعلنا نتعبده بطرق كثيرة ووسائل متعددة ومتنوية وأعظم ما يكون العبد لله عز وجل أن يكون خاضعا تذللنا ربه سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لما خير أن يكون ملك النبي وعبد الرسول فاختار العبودية قال عبد الرسول وهذا فيه التذلل وفيه الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والعبادة هي اسم جامع لما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن فالله عز وجل شرع لنا العبادة بكل ما يقرب إليه سبحانه وتعالى ومن صور وثمارات العبادة أن تنال بها طاعة الرحمن ودخول جنته جنة الرضوان ومن صور العبادة القلبية لأن العبادة قد تكون صلاة وحجا وطوافا وزكاة أعمال بدنية وقد تكون أعمال قلبية وهذه أعظم لأن بالقلب المحبة والخوف والرجاء وبالقلب النفاق والكفر والضغاء والحسد ولذا فإن ثمت أعمال في القلب التي هي محل نظر الإله ترتقي بالعبد إلى أعلى المراتب عند الله سبحانه وتعالى إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أريد أن أتكلم عن بعض معاني العبودية التي تتجلى في قلوب العباد من محبة وخوف الرجاء وهذه الثلاثة التي يتعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى لا تزيد ولا تنقص والخوف إن زاد أفضل القنوط كما يفضي الرجاء لأمن المكر والنقم وقنط وبين الرجاء والخوف قم أبدا تخشى الذنوب وترجو حفو ذي الكرم يا رب يا حي يا قيوم مغفرة لما جنيت من العصيان واللمن هذه المعاني الثلاثة أوجدها الله عز وجل حتى العبودية في أول صورة من كتاب الله عز وجل قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذه محبة الرحمن الرحيم رجع مالك يوم الدين خوف شوف اجتمعت هذه الثلاثة في أعظمي وأجل صور القرآن الكريم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو سعيد بن المعلى كما في بخار مسلم المسجد فصل فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فأتمم صلاته فقال بعدما أن انتهى يا أبا سعيد ألم أنادك فقال يا رسول الله كنت أصلي كنت في عبادة فقال يا أبا سعيد ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فعاتبه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في عبادة ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج من هذا المسجد حتى أخبرك بأعظم صورة في القرآن الكريم قال فأخذت بيده قلت يا رسول الله قلت أخبرك بأعظم صورة قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني أعظم صورة في القرآن الكريم قد جاء في حديث آخر والذي نفسي بدي ما أنزل في التورا ولا في الإنجيل ولا في الزور ولا في القرآن أعظم منها فاتحة الكتاب وخواتيم صورة البقرة لماذا هذا؟ لأن هذه الصورة المباركة فيها معاني التعبد لله والرجاء والمحبة إياك نعبد كما ذكر الشيخ الدكتور العبادة الطريق المذلل ولاحظ سبحان الله لما قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال إياك نعبد وإياك هنا يسمى سلوب التفات بعد أن كان السياغ في سلوب الغيبة لما جاء عنده إياك نعبد هنا سلوب التفات من الغيبة إلى الخطاب قال إياك نعبد لماذا؟ لأنك أنت لما رجوت الله واستغفرته واعترفت بقصورك وتذللك إلى الله سبحانه وتعالى ومحبة وخوف ورجاء لما جئت عند هذا الموضع أظهرت فاقتك لله عز وجل تقول يا رب إياك نعبد لا أعبد غيرك ولذلك تقدم المعمول على العامل قال إياك نعبد تقدم منفعولي دل على الحصر ذاك العرب كان يقدمون المعمول على عامله عند الأهمية قال رجل لما سبه عرابي قال إياك أعني قال وعنك أعرض قال إياك نعبد وإياك نستعي لاحظ أن إياك نعبد عباد غاية والاستعانة وسيلة فقدم الغاية على الوسيل مع أن الوسائل أحيانا تقدم لأهمية العباد قال المقيم رحمة الله قدم ما كان حقه على حق العباد أي لا أعبد إلا أنت يا رب في موطن تحب أن تراني فيه قائما لأن لا تصح الصلاة إلا بالفاتحة كما قال نبي صلى الله عليه وسلم حديث عباد المصر مثل بخار المسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فأنت وأنت تصلي ترجو هذه المعاني العظيمة لذلك أن الإنسان إذا قال الحمد لله رب العالمين أقول انتظر إجابة الرب حينما يقول حمدني عبدي الرحمن الرحيم انتظر لما يقول الله أثنى علي عبدي مالك يوم الدين قال مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نسعين قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ذلك يا شيخ دائما أقول عند قراءة الفاتحة لا تهذوا هذا الشعر تأمل وتدبر لا تستعجل لا تستعجل لأنك تخاطب الرحمن والرحمن جل جلال يرد عليك بهذه المعاني العظيمة الجنة إن شاء الله ليس مستعجلين لكن نأخذ معكم هذا الفاصل ونرجع إياكم إن شاء الله نكمل هذا الحديث عن العبودية معظيم فنكرم من بعد الفاصل مرة ثانية عزائي المشاهدين نجدد لكم التحية بكل تأكيد وحياكم الله في حلقة هذا اليوم من جوان ثراء وموضوع حلقتنا عن العبودية شيخ نام فضيلة الشيخ قزايا الأسلم لو نتكلم أيضا عن ثمرات العبودية يعني ما شاء الله دائما العبودية تأتي بثمرات طيبة على صاحبه نعم ليس هناك شيء له من الثمرات كما للإخلاص لله وتوحيد الله سبحانه وتعالى فهي أعظم عبادة تقابل بها الله جل وعلا وذلك أن عبادة التوحيد عبادة عظيمة ونور عظيم وحسنة عظيمة وهذه الحسنة لا تقابلها معصية إلا وأحرق نور تلك الحسنة تلك المعصية إذا كملت في قلب العبد ولا تحرق هذا الذن فقط بل تحرق جميع الذنوب إذا كملت في قلب العبد ودليل ذلك قول الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطا يعني ما يملأها ثم لقيتني لا تشرك بشيء أي أن دعاءك لله وهو عبادة توكلك لله وهو عبادة رجاءك لله وهو عبادة نذرك لله لقيتني لا تشرك بشيء لأتيتك بقرابها مغفرة وهذا للمشاكل وإلا فرحمة الله أوسع من ثمرات العبادة والتوحيد أن صاحبها هو أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وذلك حينما يجمع الله الأولين والآخرين وتدنو الشمس ويؤتى بالنار لها سبعون ألف زمام فيأتي الناس للأنبياء آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فيعتذرون فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام طلب الشفاعة فيشفع ثم بعد ذلك يؤتى بالنار فيكون هناك أناس قد استحقوا النار وهناك أناس قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيأذن الله بالشفاعة فلا يستحق الشفاعة إلا من كان مجردا عبادته وتوحيده لله قال أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه من ثمرات تحقيق العبادة وتجريدها لله أنها تخلص المخلوق من رق الخلق والتذلل لهم وذلك إذا كمل توكله على الله وآمن أنه لا يأتيه نفع إلا وقد قدره الله وليس هناك ظر إلا وقد كتب في اللوح المحفوظ وأن رزقه بقدر وأجله بقدر لم يلتفت بعبادته إلى الخلق وإنما التفت إلى الله جل وعلا وهذا هو العز الحقيقي وهكذا من ثمرات تحقيق العبادة أنها سبب لتحريم العبد على النار إذا خالصت في قلب العبد وكملت شرائطها بدليل حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل أي أفردت توحيدك لله حينما تتوكل لا تلتفت إلى غير الله وإن بلغ من الصلاح ما بلغ لا ترجو غير الله لا تنذر لغير الله من ثمرات تحقيق العبادة أن الله يكرم أهلها بالأمن التام والهداية التامة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك كما قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم كما في حكاية لقمان لابنه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أي أخلصوا لله العبادة والتوعيد ما جزاؤهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الأمن نعمة عظيمة لا يستغمي عنها حتى أهل الجنة حين دخول الجنة ودخلوها بسلام آمنين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين كذلك هي السبب الأعظم لتفريج الكربات وذلك أنه لما ألقي يونس عليه السلام في البحر وأوحى الله إلى الحوت أن يلتقم ثم أوحى إليه أن لا تكسر له عظم ولا تقطع له لحمة فإنه ليس لك برزق فلما استقر في بطن الحوت وأيقن بخطيئته عليه السلام توسل إلى الله بالتوحيد وإخلاص العبادة قائلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال عليه الصلاة والسلام دعاء أخي ذنون ما دعا به مكروب إلا استجاب الله دعاء لا إله إلا أنت وأعظمها وأختم بها أن الله عز وجل يضاعف أعمال العبد إذا أخلص عبادته لله فقالها بقلبه وبلسانه وبجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت تضاعفت له الأعمال وغفرت له الذنوب ودليل ذلك ما روى الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمر بن العاصر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مد البصر فيقول له الله عبدي أتنكر من هذا شيئا أظلمك الحفظة الكاتبون فيقول لا يرب فيقول عبدي هل لك من حسنة فيهاب ويبهت ويقول لا فيقول الحكم العدل جل وعلا بلى إن لك حسنة إنه لا ظلم اليوم عليك قال عليه الصلاة والسلام فيؤتى ببطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله بطاقة وفي المقابل تسعة وتسعين سجل كل سجل مد البصر ذنوب ومعاصي فيقول يا رب وما تصنع هذه البطاقة أمام هذه السجلات فيقال إنه لا ظلم اليوم عليك اليوم إنه لا ظلم عليك اليوم قال عليه الصلاة والسلام فوضعت السجلات في كفة ووضعت البطاقة في كفة فثقلت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء كم من من يقول كلمة التوحيد وكم من من يتعبد لله لا يبلغ معشار ما بلغه هذا الرجل لماذا؟ لضعف العبادة في قلبه لضعف إخلاصه لضعف توكله لضعف رجائه ولا سعادة للعبد إلا بلقاء الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بالعبادة ربه سلامك الله خير شيخنا ما شاء الله هذا كلام طيب دكتور عدنان حتى يكون استعداد اللقاء الله سبحانه وتعالى شيء ممكن نقول نوصل لسالة حق السادة المشاهدين خلاص العبادة تكون العبادة خالصة لوجه سبحانه وتعالى نعم الحمد لله سأظر مثالا وقعيا هو لو كان الآن القبطان في لجة البحر ووقذت منها البوصلة أين يتجه يضيع يضيع أن بوصلاتنا في الحياة هو القرآن والعبودية لله إذا ما في عبودية وش اللي حرم وش اللي حلل أنت شيل القرآن وأنك مو عبد لله عبد الهواك فاليوم تحلل هذا وبكرة تحرم هذا أكبر دليل حتى الدكتور القربي أحسن لا يحرمون أكثر حالة انتحار عندهم الحضارة الغربية الحضارة الغربية في التعاكل من الداخل في مستشارة ثلاثة رغصة أمريكيين يعني مستشارة على مستوى يعني أخذنا الرئيس الأول و الرئيس الثاني والثالث باتريك بوكانن هذا ألف كتاب اسمها موت الغرب هو تكلم و يقول نحن حضارة تعاكل من داخل يعني سنويا في آخر حصائية في حصائية في أول ستة شهور من حصائية 2020 عدد الموتى في الإجهاض 19 مليون 19 مليون رغم كبير 19 مليون هذا هو الإجهاض هل تعلم أن الإجهاض يساهم به مواطنون الدولة يأخذ منه الضرائب هذه الضرائب التي تأخذ من المواطن جزء منها يذهب إلى عمليات الإجهاض ليش؟ ليش يقتلون؟ لماذا الآن هم يشرعون يعني توصلوا إلى تشريع يعني أشياء تقزز من هذه النفوس صحيح يتقزز منهم الآن يسعون في مظاهرة في إحدى الدول الأوروبية للمطالبة بقانون يسمح بالزواج من الحيوانات صوت الحيوانات يكون عقبا صلى الله عليه وسلم ليش؟ أنا متعلمين دكتور لقد دم فكروا يعني هذا السؤال ليش؟ لأنه ليس لم يحقق العبودية لأنك عبد لله هو الباو الصلاة أنك تكون عبد لله فما أحله الله هو الحلال ما حرم الله هو الحرام لا يمكن لا يمكن أن تسيطر على حياة الناس وتضبطها دون بوصات العبودية الله عز وجل البشرية كلها بحاجة بحاجة العبودية بحاجة القانون الرباني تكون معاها لا يوجد مجتمع على وجه الأرض لا يوجد قانون حتى القبال البداية في نار الأمازون لهم قانون سواء تتفق معها لا تتفق لها فنو عندهم قانون في الزواج في الموتى عندهم قانون مدام لا يوجد قانون يعني لا بد للبشرية من قانون يحكم فقالون الله عز وجل ألا يعلم من خالقه واللطيف الغبيب أفحكم الجاهلية يبقون من أحسن الله حكما لقوم يقنون فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شكروا ليهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما طبعت ويسلم تسليما فالعبودية لله عز وجل ليست ثمرتها ليست ثمرتها في الآخرة يصح ثمر في الآخرة الله يغفر لك وتدخل الجنة لكن اقتصار العبودية أو تصوير اليوم في إشكالية في التفكير المسلم يقصرون العبودية أنك تعبت لله أنت تدخل الجنة شوفوا الطمرة لا الله قال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة في هذه الدنيا حسنة من عمل صالح من باكرين وأنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة وننجزينهم أجرهم فهو يحقق الحياة الطيبة يعني كثير من الأمثلة نأخذ أمثلة تبين حاجة البشرية لعبودياتها لله لا يجب أن تعبد الناس الناس بحاجة كل البشرية بحاجة لعبوديات الله يعني الكنز الذي عندنا تعلم الناس تعبدون الله عز وجل تكونوا بشر يعني العبوديات لله هي انتقال من الحياة البهيمية الهمجية إلى الإنسانية الحقيقية وش ندعو الناس الابتعاد هي قفلة دكتور أم لا يعني هي العوام الكثيرة يعني محاربة الإسلام تشويه الإسلام تصوير أن مثلا يعني حتى بعض من ينتسب الإسلام يعني سواء عن جاهل أو عن غرض سيء يصور أن الإسلام ينفعك في الآخرة خلوا الإسلام عبوديتك في المسجد بر الحياة �도ما لديك علاقة لو كانت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام أنه عبادة في حدود الحرم ما حربة قريش قريش حول الحرم 360 صنع أنت أضع لك عبادة بكيف لكن فهموا من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أنه مهيم على حياة الناس تتزوج على قانون الله تطلق على قانون الله تستعير على قانون الله ترهن على قانون الله تبيع على قانون الله عمل منظم هaven ما يبون هذي يعني مهيم ولو كانت مجرد عبادة في الحرب وتنتي خرج الحرب ما حارب النبي عليه الصلاة والسلام ولا ما اضطر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يهاجر فعلاج مشاكل الناس اليوم العلاج مشاكل البشرية ما أقول فقط المسلمين هو أن يكون عبادا لله إذا حققنا العبودية قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أحد المستشرقين المستشرقين في العادي درسون قرآن والسنة للطعن في القرآن والسنة فواجه أحد العلماء من المسلمين قال كتابكم يكذبه الواقع ما يمكن كتاب إلهي اتصاده مع الواقع يعني كيف إلهه ويكون كلامه غير منبضت قال ما هو قال في آية في كتابكم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ما هو ظاهر الإسلام هل هو المهيمن على سبع مليار من البشر لا طيب القرآن أجل في خلن قال هذا فهمك ليظهره على الدين كله يظهر ظهور حجة حجة تحاجج بالقرآن ولا يأتونك مثل إلا جناك بالحق وعصر تفسير الذين يحاجون أفلان بعد ما سجيب له حجتهم داحضتهم عند ربهم تحاجج بالقرآن يغلبك القرآن وجاهدهم به جهدا كبيرا جاهدهم بالقرآن جاهد بالقرآن بحجة القرآن معنى القرآن مقاصد القرآن يخصم كل محاجج يظهر الله ظهور حجة يظهر الله ظهور حاجة البشرية يعني تجرب كل شيء ثم يأخذون القانون الإسلامي يعني أعطيه مثالين حتى ما أستثر بالكلام اليابان دولة تهتم تدريس الأخلاق في مناهجها التعليمية بل يدرسون عشر سنوات في مناهجها التعليمية والأخلاق والتهديم من أكثر المشاكل في اليابان وعلىها نسبة مشكلة التحرش هذه مشكلة الرق ظاهرة بالنسبة لهم نعم ظاهرة قالوا خلاص وين تكمن المشكلة أكثر قالوا في السراديب في القطارات قالوا نكتف الشرط زادوا عدد الشرطة ما تغير شيء بالنسبة قالوا نزيد الكاميرات ما تغير ما حل في المشكلة قالوا نزيد الغرامة ما حل في المشكلة حتى قام رئيس شركة إلكتريك للسكة الحديدية الياباني قالها الحل عندي صبق بعض المقطورات وردي وبعضها أزرق فالوردي من يغف فيها؟ الوردي بنعت؟ النساء الأزرق للشباب فوجد النسبة تتحرج الصفر هذا ما هو حل نحن يعني يرجع الإسلام هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين ظهر عليهم محاسة وجربوا كل شيء ثم رجعوا إلى الإسلام لماذا نحتاجنا نفكر يعني نجرب المجرب المثال الثاني الآن أنجح الجامعات والمدارس في أمريكا الجامعات منفصلة الجنسين صحيح جامعة للأولاد فقر وجامعة للإناف فقر هذه الجامعات ناجحة وعلى ضغط المثال الأخير سأختم به في الأزمة العالمية المالية 2008 ما قال وزير الارتصاد البيطاني قال الحل لخروج من هذه المشكلة أن تكون نسبة الفائدة الصفر لا يوجد فوائد على القروب هذا ما هو الحل إسلام كلام جميل وهذا يقدم السؤال لدكتور مشعل كيف وصل رسالة حق المجتمع وحق الناس أن الحل دائما يكون بالعبودية ويكون بالإسلام نعم أن يعلم الإنسان أن سعادته ولا تكون إلا مع الله سبحانه وتعالى أن تكون قدوة في نفسك وأن تتعبد الله سبحانه وتعالى بما يقربك لله سبحانه وتعالى وتظهر عليك معالم السعادة في الحياة والأنس والقرب من الله سبحانه وتعالى حتى يتسنى للناس أن يعرفوا أنه ثمة رب رحيم غفور جل في علاه النبي صلى الله عليه وسلم كان أعبد الناس لله تبارك وتعالى قد ذكر لنا قصة تدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بمن أخلص العبادة لله سبحانه وتعالى ذكر أن بغيا من بغي من إسرائيل امرأة مهنتها البغى الزنة سقت لكلف فشكر الله صنيعا فأدخلها الجنة لا لا يعني لما تباحث العلماء قالوا مسر يعني هل لكل امرأة سقت كلف الله وهي زانية مهنتها الزنة حتى جاء بعض الروايات أنها نزلت ووضعت خفة يعني في موقع في فمها فقالت بالله أصابهم أصابهم قالها العلم وذكر الشيخ الإسلام قال أن هذا من إخلاص لأن ما في أحد يرىها يعني قالت لمن أرأينا يعني كلبه ويفتقر من العطش فسقت هذا الكلب سبحان الله شكر الله صنيعا بدخل الجنة الرجل الذي أزاحه غصنا عن طريق الناس الله شكر صنيعا ودخلها الجنة ما فيها رياء ما فيها رياء الرياء هو يبطل خنقل النوع منه على الإخلاص نعم الرياء يبطل لا شك كأن الرياء يبطل بكذا الأسف الشديد في مجتمعنا حاليا دكتور الأغلبية يعني حتى لو كان وليما صورها حتى لو كان معناه صور يعني كأنه يفاخر هذا أيضا مجانب من الجوانب خنقل دخول في الرياء أو على النية هي هي على النية لأنها ثمت أعمال تختش الأعمال الصالح وذلك حتى في الصيام يخدش صيامك النظر الحرام يخدش بعض الأعمال مثل ويخدش إن كان يعني رياء صرفا فهذا يبطل عمل لكنه الإنسان يتجنب مثل هذا المواطن ويجعل عباداته لله تبارك وتعالى فالإنسان لا بد أن يقبل على الله سبحانه وتعالى ويعرف أنه عبدا مبلوكا لله تبارك وتعالى وأن يتقيد بهذا النظام العظيم الذي وضعه لنا رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم كما في عديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله لنا مثلا صراطاً مستقيمة وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب عليها ستون مرخاة وفي أول الصراط داعي يقول عباد الله لموا إلى الصراط ولا تعوجوا وفي أعلى الصراط داعي يقول ويحك عبد الله لا تفتح الباب إن تفتح الباب تلج فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما هذا الصراط وهو الإسنا وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل وأما السوران فهي حدود الله وأما الأبواب محارم الله وأما الداعي في أول الصراط كتاب الله والذي في أعلى الصراط الدعي الذي يقول ويحك عبد الله لا تفتح الباب إن تفتح الباب بدلت قال واعظ الله في قلب كل مسلم هذا من رحمة الله شيخ أن كل مسلم في داخل قلبه واعظ يذكرك إذا غفلت ينبهك إذا أخطأت يحسرك إذا فعلت وذلك يقول ويحك عبد الله لا تفتح هذا الباب الذي عليه ستارة لأن الدخول المعصي اليوم في زمن التطورات سهل ليس في صعوبة لذلك لم يصف هذا الباب بأقفال وخشب وحديد إنما عليه ستارة مجرد أن تزيل الستارة لمجرد فضول النظر القلب يقول ويحك لا تفتح إن تفتح تلج لأنك رأيت الفتنة ستارة الفتنة ثم يطمس على هذا القلب كثرة هذه الفتن أعاد الله يأكل بالله ذلك إنسان لا بد أن يكون على وجل وخوف من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وتوفى كل نفس ما كسبت ومن يظلمون لا بد الإنسان أن يستعد للقاء الله وأن يعلم أنه موقوف بين يدي الله وأن الله سيسأله عن كل صغيرة قبل كبيرة فالإنسان لا بد أن يحسن العمل ويؤمل بالله عز وجل وحسن الرجاء والاستعداد للقاء سبحانه وتعالى ساكر الله خيش يا شيخ أحواج ما أحتاجه فعلا كلمة ما ذكرت في الواعظ هذا الضمير الحي نعم صحيح أيضا شيخنا القزائي الأسلامي يتكلم أيضا عن صور هذه العبادات وإشكال العبادات وهل يشترد دائما حسن النية في هذه العبادة الإخلاص في هذه العبادة أي أن تكون صدفة مثلا عبادة ما يشعر فيها الإنسان يقوم بعمل هي تكون عبادة لكن ما حسب لها أو ما لقى لها بال أو حتى ما خاد في نيتها نعم أما الإخلاص وهو الشرط لجميع العبادات قال الله سبحانه وتعالى وَمَا أُمِرُوا لَا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَا وَهُنَا كَبَعْضَ الْأُمُورِ لَا تَحْتَاجُوا إِلَى نِيَّكَ لابد أن يكون خالصا لله قال شيخ الإسلام تيميه من أراد أن يعرف توحيده فلينظر إلى دعاء ذلك لأن الدعاء استدعاء المعونة من الله وإظهار الزل لله سبحانه وتعالى وطلب التوفيق من الله جل وعلا واعتراف بأسماء الله وصفاته وإن لم يقل العبد يا حي يا قيوم يا كريم يا رزاق لأنه إذا دع الله فهو اعتراف منه بأن الله حي لأن الميت لا يدعى اعتراف منه بأن الله قادر إذ العاجز لا يعطي اعتراف منه بأن الله غني كريم إذ البخيل والفقير لا يعطي فهو اعتراف بأسماء الله وصفاته لذا لا غرابة أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة بشرط الإخلاص لله جل وعلا لأنه إذا فقد الإخلاص وقع الإنسان في الشرك المبطل للعبادة وهي الأمور التي أشار إليها فضلة الدكتور الأمور التي تنقض العبادة الشرك بالله صرف الدعاء لغير الله التوكل على غير الله النذر لغير الله الرياء مثل ما تفضلت الشرك الأكبر والأصر الرياء إذا اعتمر صورنا من اعتمر إذا حج صورنا حجيت ما بقى شيء ماذا تركت لله سبحانه وتعالى كل أعمالك ظهرتها لله كذلك الرجاء حسن الظن بالله أن تظن أن الله يغفر الذنب ما عظم تظن أن الله يجيب الدعوة إذا صدقت الله قال ابن مسعود رضي الله عنه وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا أَعْطِيَ عَبْدٌ أَحْسَنَ مِنْ حُسْنِ ظَنٍ بِاللَّهِ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَا يُحْسِنُ عَبْدٌ ظَنَّهُ بِاللَّهِ إِلَّا كَانَ اللَّهُ عِندَ ظَنِّهِ ذَلِكَ أَنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِيَدِهِ جيارتك لأخيك المشهد السلام جيميل للقضية الشيخ نكمل معاك إن شاء الله هذا الحديث الشيخ لكن بعد ما نأخذ هذا الفاصل أعود لكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين من بعد هذا الفاصل ونجدد تحية بكل تأكيد ضيوفنا الكرام من داخل الفيديو دكتور عندنا نتكلم عن أمثلة من العبودية أو أمثلة من الصالحين في عبودية كانت لها نتاج كبير كان لها أيضاً وقع كبير على أصحابها الحمد لله أعظم طبقات العباد هم الأنبياء فالأنبياء لا يصلوا الواصلون مهما اجتهدوا إلى مقام في عبودية من الله عز وجل وتحقيق العبودية تحقيق العبودية يزداد بحسب المعرفة بالله عز وجل المعرفة لا معنى أنها عندها علم وقراظ فهذه سبل لكن المعرفة أنها يتعبد الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يراه قال ما الإحسان قال إحسان تعبد الله كأنه احتراك فبين الناس يصل لهذه المرحلة يخاف من الله كأنه يرام قاله كان رجلاً في باديته يتصدقه كأنه يرى الله يعني يرى أن هذا الدنارة خرج من يدي لم يقرأ في يد الفقير بل كأنه يعني أعطاه وحز وجل ينفق بصدق كما قال عليه الصلاة والسلام من السبع الذين يظلم الله في ظله قال رجل تصدق بصدقه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه أخلاصاً لا يريد ما عند الله عز وجل يموت والناس لا تدري ما يعمل لا تدري ما هي الخبايا عند الله سبعه يعني هذا هذا المثال العبودية الحقيقة أعلى الناس لهذا المقام هنا الأنبياء والأنبياء من عبوديتهم قوة التوقن قوة التوقن رجل نجد أن موسى عليه السلام لما خرجه ووقوه بني إسرائيل من فرعون وأحاط بن فرعون الجنود من خلفهم والبحر مامهم ماذا قال أصحاب موسى قالوا إِنَّا لَمُدْرَكُونَ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ماذا قال موسى قال كلا إِنَّمَا إِيَا رَبِّي سَيْحْدِينَ شوفوا التوكل حسن الظالم بالله هذه عبودية عظيمة أعظم العبوديات عبودية القلب قال شيخ الإسلام تجد الرجلين وصلين في الصف الواحد وخلف إمام واحد ويركعان سوية واسجدان سوية بينها ما في العبادة ما بين السماء والأرض في الدرجة قال بما قام في قلبه هذا خاش لله يعني متذل لله وشاعر بالعبادة العبادة ترى لا طعم لها طعم حلاوة قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهم حلاوة حلاوة الإيمان الإيمان لحلاوة يعطيه عنده حلاوة يتصليه عنده حلاوة يقوم لك وشي نخلي الإنسان الشايب الكبير اللي بلق تسعين سنة يقوم من الليل بالشتاء البارد وتوظى و يصلي والسباب يعجز هذا وزل حلاوة في هذه القناة ايه تعبد تذنبلي عرف الله هذا اللي عرف الله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة الملائكة يوم يأتون في القبر يسألون المسلم يسألون الناس مان ربك ربي الله و ليس سؤال احفظه و ادخل القبر مان ربك ربي الله سهلا مان ربك اللي كنت انت عارفه في الحياة ما حناك حين أمثلاتنا الشعبية حين نقول والله فلان ما يعرف الله ما معناتها فلان ما عرفه يعني لو قلت له منه ربك ما يقول الله لا يعني حياتك كأنه ما عرفه الله عبادتك كانت ناقصة كان ما عرفه الله يظلم و يأكل حرام و لا يصلي و لا يصلي المسجد و لا يهبر والدين و لا يعطي الناس حقوقه كان ما عرفه الله هذا المقصد يوم يسألونك الملائكة من ربك هي نعم ربي الله عرف الله أنا اللي كنت أصلي لله و أنا اللي كنت أسجد لله و أنا اللي كنت أصوم لله من الأمثلة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار أتاه جبريل قال هل لك حاجة؟ قال لك أنت لا هو الآن وين رايح بالنار؟ قيل أضرموا نارا من قوتها تشوط طيوغ الطائر اللي في الفوق يسقط نار متفعة كبيرة لأنه كسر آلهتهم و أصنامهم إنهم متصلين لآلهتهم اللي يبنى تنصرهم شوفوا السفة قال لك أنت لا قال حسبي الله حسبي الله و نعم الوكيل فنجاه الله نجاه الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم قالوا حسبي الله و نعم الوكيل فعبدية الأنبياء أعظم عبدية سأذكر مثالين مع الصرعين كثيراً أمثلة الأنبياء والصالحين في كتاب ابن الجوزي اسمه صفة الصفة 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 من الناس تكلم عن العباد هذا العابد و كيف كانت عبادته و كذا يعني منهم مثلاً صفان ابو السلي صفان ابو السلي عالم من العلماء و مجتهد في العبادة حتى في ترجمة قالوا صفان ابو السلي لو الله أرسل لملك الموت تطق عليها الباب قال له أنا ملك الموت بكرة سأقضع معك يوم يقول اليوم اللي يعيشه ما رح يغير فيه شيء كل حياة عبادة يعني ما فيه شيء يزيد الله لا يعني خلاص يعني و يجيه ملك كل وقت يقول ربك معك يومين يوم سماك عمل فيها صالح نوم ما شاء الله عليها أيام كلها يعني صفان ابو السليم كذا يوصفون العلم العباد يقولون صفان ابو السليم ما عنده فراق يعني ما فيه شيء يحشو فيه العبادة هذا من كذين يعني أذكر رجلاً صالحاً كان يصلي ما أنا في مسجد الحي الحراق يعني هذا من وعيد على الدنيا هو يصلي بالمسجد يعني من أنا صغير من تقريباً ابتدائي إلى أن صرت إمام المسجد إلا دخلت الشريع وكذا وخربت وناصر الله يرحمه نعم كان هذا يصلي وراء الإمام يعني ما أذكر نصره بالصفة الثانية يعني ملاقاً تشوفه بالصفة الثانية دائماً وراء الإمام ورجل بكاء ويصوم الاثنين وخميس يمكن نص عمره يعني من عرف السيام الاثنين وخميس نعم بيضه يصوم وصب السرطان صب السرطان وأخذ يعني أوشي صب السرطان في القلون وقال جاء الدكتور وشيقوا عليه وكذا قالوا تروح برا قال لا لا معنا مع أن الناس يزعون ويروحون ويعالج قال لا لا ونحن نقصد القلون وكذا قال والله أنا الشيء للهمي من الواحد قالوا وشهو؟ قال أنا خاف أنه يفتحوني فتحة جانبية ثم ما أقدر أروح له المسجد يكوني أشياء مع هذا الكيس هذا أهم요 ما شاء الله فأجريت له العملية وعاش عاش و كنا نزوره ما أجده في القرفة أجده نازل للمسجد يروح يأذني أذني يا أبو ناصر قال الحمد لله أنت آفين والناس يموتون من السرطان قبل وقت كان أحد أبنائه ينام عنده قلت له شون الوارد؟ و هو استيقظ الفجر وجدني أبكي حالته قامت تسوي قال وراك تبكر قال لا 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 ابكي على نفسك الذي لم تصلي الفجر لا يا حلال الله أنا وين أروح والله كان يقول لنا كده هذا الثقة اللي نحتاج دائم قال أنا وين أروح الله يبي يظلمني أنا أصلي صلاة الخمس المسجد الصوم رمضان وحجي و اعتمرت و صومتين الخمس الله يبي يظيم لا 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 والله أنا راح أروح برحمة الله كده يقول هذا العبودية التي نموذج نموذج يعتذى فيه بكل تأكيد أيضا دكتور نامشعل من النماذج في العبودية و إخلاصها ما شاء الله مثل ما ذكر الدكتور عدنان في عبودية بعض الأشخاص و إخلاصهم من الله سبحانه وتعالى أنا أذكر النماذج ذكر الدكتور و النتيجة التي تحصل له في الدنيا قبل الآخرة يعني مثال نبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر افتقر إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء فألح على الله حتى سقط رداءه فيقول عمر يا رسول الله والله لن يخزيك الله يعني أشفق عني بصلى الله فأرى الله النبي مصارع القوم في بدر في قلي بدر نصر من الله سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج من مصر إلى مدى بعدان قتل نفس وجد امرأتين تذودان فسقى لهم مرؤة و شجاعة سقى لله لا يريد ريا ولا أخلاق ولا سمعة ولا تبجى حمام النساء سقى لهم و قال ثم تولى إلى الظل يعني لما سقى منتظر مكافى عليها يعني حتى تقول شكرا لك من أنت لم ينتظر تولى إلى الظل ماذا قال؟ قال ربي إني لما أنزلت إليه من خير الفقير سبحان الله يقول هذا عرض حال يعني لأن عرض الحال أبلغ من شكاية المقال أن تقول يا رب أنا فقير يعني ربي إني لما أنزلت النزول يدل على علو الله عز وجل أنه في السماء سبحانه وتعالى لما أنزلت إليه من خير الفقير يقول أهل العلم يقول فهو أغنى فقير النتيجة فجاءته إحدهما تمشى على الاستحيل قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فعوضه الله عز وجل بزوجه و بالطعام و ملء بطنه و فرجه فزوجه هذا الرجل الصالح لبناته التي رعاه من النماذج السحرة الذين كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام قالوا يا موسى إما أن تلقي وأما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا يعني سبحان الله الموضع مجادلة يفترض أن يقول لما قالوا موسى ألقوا أن يقول أنت ألقي لا حن نلقي قال بل ألقوا موسى فأطاعوا موسى فألقوا فإذا حبالهم أصيهم الخيل إليهم من سحرهم أن تسعى فأوجس في نفسي خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى و ألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر و لا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة وسجدها قالوا أمن نبي ربي هارون و موسى عجيب قبل شوي يعني فالعون اختارهم أعظم السحرة لهذا الموعد موعد الزينة لأن يناظروا موسى و يذلوا موسى عليه الصلاة والسلام سبحان الله أول شيء سحرة الآن مؤمنين هذا الإخلاص بالعبودية هذا الإخلاص فلما طاعوا نبي الله هداهم الله سبحانه الله كلام جميم كنا دركنا الوقت للأمانة كلام وأيضا أمثلة رائعة شيخنا فضيلة الشيخ أزاه الأسلامي من المملكة العربية السعودية نحن وصلنا مع آخر تامد الحام بكلمة أخيرة في نهاية تامد الأقرار حذركم الله لا شك أنه من أعظم العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل و إن كانت كل العبادات راجحة هو التفات قلبه و تعلقه بالله جل وعلا و متى ما التفت القلب إلى الله جل وعلا ما خيب الله ظن فإن الله لا يخيب آمل آمر ولا يضيع عمل عام و الله عز وجل قد قص علينا من نبأ عبد صالح و نبي كريم زكريا عليه السلام إذ نادى ربه نداء خفية قال ربي إني وهنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقي و إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقل ما هو السؤال فهب لي من لدنك ولي تأمل نبي كريم في رجاحة العقل في كمال العقل يسأل ربه الذرية و قد وصف نفسه بصفات يستبعد إن لم نقل يستحيل معها حصول الذرية حيث وهن عظمه و إذا وهن عظم الإنسان وهن منه كل شيء واشتعل رأسه شيبة لكبر سنه فرق عظمه و دق و ضعه و ذهبت عنه شهوة الرجال و أعظم من هذا أن زوجته عاقر و قد جرت العادة أن العاقر لا تلد و أعظم من هذا كل أن ظنه بالله حسن و رجاءه بالله عظيم فما يأس من رحمة الله قال فهب لي من لدنك ولي و كان الله عند ظن إنا نبشرك بغلام ذلك أنه علم أنه يسأل ربا جوادا واجدا ماجدا عطاؤه كلام و عذابه كلام لما جاء رسول الحجاج كما قال من المزي لقتل الحسن البصري قال له يونس بن عبيد الله يا أبا سعي أليس بينك و بين الله ما تدعو به قال فرفع الحسن البصري يديه و قال يا صاحبي عند كل شدة و يا نجي عند كل كربة و يا مؤنسي عند كل وحشة و يا حاضري عند كل غربة و يا ولي عند كل نعمة و يا رازقي عند كل حاجة يا إلهي و إله آبائي إبراهيم و إسحاق و يعقوب صلي وسلم عليهم و على محمد اجعل لي فرجا و مخرجا قال فلم يره رسول الحجاج قال الإمام المزي فرجع الرسول إلى الحجاج قالوا لم نجد قال بلى والله إنه لفي البيت غير أن الله أعمى أبصار هذه هي حقيقة العبودية لله رسول الله عز وجل يجعنا و إياكم هداة المهتدين و امتثالا لقول النبي عليه الصلاة و السلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس أن يتقدم لكم بالشكر الجزيلي بعد شكر الله عز وجل على إتاحة هذه الفرصة دعانا الله و إياكم و إخوانا المستمعين و المشاهدين هداة المهتدين استعملنا و إياكم في طاعتهم و الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه و عظيم سلطانه و عز جلاله و سعة جوده و بره و إحسانه بزاك الله خير كل الجزاء شيخنا أيضا دكتور عدنان الرسيدي و عضو هيئة تدريس بجامعة تكويت إذا حابت الكلمة الأخيرة فيها نعم كلمة الأخيرة هي الالتجاء إلى الله عز وجل ضد دعاء الناس اليوم إذا أصابه مريض و اللهم و اللغم دعا الله عز وجل هذا شيء جيد لكن من من يفسع من الليل فزع الغريق الحريق الذي أدركته النار و الغرق و التجاء الله كأنه مصدن عليه يقول يا رب أحيي قلبيك يعني لا بد أن ندعى الله عز وجل دعاء الغريق أن يحقق بنا و أن يرجعنا عليه و أعظم أوقات الدعاء في الثلث الأخير من الليل فقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل و علا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل هل من سائل طالب من مغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة يمنهب الخيرات و الفضائل و يستر العيب و يعطي السائل كل الشكل دكتور عدنان أيضا دكتور مشعل إمام خطيب و وزارة التلقاء في ذحها من الكلمة في نهاية هذا اللقاء والله أنا أختم في أن الإنسان يسعى إلى مرضات الله سبحانه وتعالى و أن ينال محبة الله لأن الكل يزعو محبة الله لكن الشأن في كل شيء أن يحبك الله سبحانه وتعالى فلا بد أن تسعى لأن يحبك الله لأن إذا أحبك الله أعطاك و أسعدك و قربك و أدناك فبمحبة الله تنال خير كله فلنسعى إلى هذا العمل المبارك صلى الله عز وجل أن يجعلنا و إياكم من المحبوبين عنده سبحانه وتعالى و أن يتقبل أعمالنا و أن يوفقنا لكل ما يحب ربنا و يرضى و إذاكم الله خير على هذه المشاركة كل شكر لكم و ضيوفي الكرام على هذا الحديث الرائع للأمانة استمتعنا معكم طوال ساعة كاملة نتمنى أيضا أن نكون قد قدمنا ما يثري المشاهد الكريم نلتقي معكم إن شاء الله في حلقة قادمة إلى ذلك الحين دمتم بمت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر